موسيقى النبي صلى الله عليه وآله كان يعيش في مكة مرحلة فصار في هذه المرحلة الخانقة جاء هنالك رجلان من أشراف المدينة رجلان أحدهما أسعد ابن زرارة والثاني ذكوان ابن عبد قيس رجلان من أشراف المدينة سمع كلام النبي صلى الله عليه وآله شفوه كلام صحيح فآمن على يدي النبي صلى الله عليه وآله قال للنبي ابعث لنا ممثلا لك يدعو إلى دينك ويتلو علينا القرآن بعض المؤرقين ما أدري جد هذا الكلام دقيق أو مو دقيق أنه هذا أول ممثل رسمي يبعثه النبي صلى الله عليه وآله خارج مكة أول واحد بس أول كان أو من الأوائل أخوة هذه قضية يريد أن يذهب إلى المدينة المدينة مدينة مهمة كانت في الجزيرة العربية المدينة مركز مهمة كانت وكان فيها خصام يعني مو منطقة هادئة لا منطقة مضطربة الأوس والخزرج قبيلتان بينهما تاريخ دموي طويل من الذي اختاره النبي صلى الله عليه وآله لهذه المهمة راجعوا بحار الأنوار هذه عبارة البحار في الرواية أو في التاريخ يقول اختار النبي فتى حدثا شوف فتى حدثا من هو هذا الشاب مصعب ابن عمير رحمة الله عليه هذا من الصحابة الأوفياء للنبي صلى الله عليه وآله المجاهدين شاب اجي إلى المدينة بعقله بحكمته بمنطقه بحرارته وإذا به يكسب المدينة يكسب الأوس ويكسب الخزرة يكسب الشيوخ يكسب الشباب وهو الذي مهد الأرضية لمجيء النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة النبي إذا كان يبقى في مكة صلى الله عليه وآله ربما كانت انتهت رسالته يعني بعد ما كان باقي من هذا الدين شيء هو هذا الشاب الفتاة الحدث على تعبير بحرار الأنوار ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر